الرجل الذي كان يطلب المال قيل له استغفر الله الذي كان يطلب الزواج قيل له استغفر الله الذي يطلب البنين قيل له استغفر الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار بأي شيء الاستغفار استغفروا ربكم وهو الغفور الرحيم يؤتكم هذه المكرمات وهو الجواد الكريم فاستغفروا ربه يمده الله تبارك وتعالى بالمال الوفير وبالبنين والبنون لا يأتون إلا من الزواج فمن أراد أن يتزوج فليكثر من الاستغفار يزوجه العزيز الغفار ويمن عليه بالبنين بالذرية الصالح وبالبنين استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذا كلام الله ومن أصدق من الله قيل لا أحد ومن أصدق من الله حديثا لا أحد وعد من استغفر الله تبارك وتعالى بهذه الأعطيات والله عز وجل لا يخلف الوعد هو الكريم المنات هذا فيه الاستغفار إلى غير ذلك من هذه الأبكار فتعلم حتى يرق القلب فإن في القلب قسوة لا يذيبها إلا الذكر القلب فيه قسوة هذه القسوة لا تذوب إلا بذكر ربنا تبارك وتعالى علام الغيوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر